موسيقى رجعنا البطل اللي موجود معايا في الستوديو حقيقي بطل يعني بسمته الحلوة مشواره الطويل بلدنا دي مليانة أبطال الحقيقة بيغزلوا حاجات كتير بالصبر والاجتهاد والتعب وبيغزلوا خيوط نجاحهم طول الوقت كل بطل هتلاقي وراه قصة ملهمة البطل دايما ما بيبقاش لوحده بيبقى فيها الأسرة العزيمة الأمل والإرادة الحديدية أنا لما بشوفهم بجد بحس أنا بتشحن بكمية من الطاقة الحلوة معايا ضيفي واحد من الأبطال اللي شرفونا زياد كحيل بطل السباحة البرالنبية وزياد الحقيقة قدر يحول السباحة من علاج جسدي للعبة لحد ما أصبح واحد من أبطالها على مستوى مصر والعالم وطبعا رصيده كمان 19 ميدالية متنوعة في سباقات مختلفة أنتوا عارفين أن السباحة بيبقالها أنواع من السباقات المختلفة بنورنا النهاردة في التاسية عزياد كحيل مساء الخير يا بطل مساء الخير يا زياد بنورني بقى والسباحة أنا وأنت أنا بحب السباحة جدا فعلا دي رياضة الجميع دي رياضة جمعين طب قلني بقى يعني أنا دلوقتي عايزة أعرف أنت أحكي لي الحكاية أنت بدأت السباحة عشان تعمل يعني علاج جسدي إيه اللي حصل؟ إزاي تحول من علاج جسدي لرياضة بقى حقيقة وممارسة ومسادقة؟ في الأول بدأ كماديكيشن لأن كان أصلا الكيس بتاعتي كانت بري كومبليكيتد مع أي دكتور كان يشوف الحالة بتاعتي كان بيتخض منها جدا فكلهم قالوا له يعني يعني ماما وبابا كانوا برضو مصررين لأ يعني أكيد في حل الموضوع له فالحد لما فأنت ما بدأش تحرك رجلك؟ أه لا لا رجلي ما بحرك خاش خالص أه يعني أنا كتافي بس نصي الفقين أه وبس فالدكتور جاي قالوا هم حطوه في المية يعني سيبوه في المية والمية أحسن علاج لي ده كان عندك كم سنة في الوقت؟ كان ساعتها عندي أربع سنين أه وبعدين سنة ورا سنة نادي بتاعي مسكني من أي تزدر حد لما لقينا أول بطولة في 2013 بس في الأول طبعا زياد أنه هيكمل من أول متر لحد 50 متر دي طبعا دي كانت أول إنجاز إحنا يعني لحظناه فعلا معايا يعني فبعضيها لقنا في 2013 كابتن بجاي بيقول لي في بطولة بطولة إيه؟ أنا ما تفقناش حرى كده يعني إحنا كنا نقوم بقى ننزل نلعب كان عمرك من اربع سنين خمس سنين يعني كنت صغيرة قوي. اه لا فعلا اه. كان 13 سنة. اه. وفضلت من اربع سنين 13 بتلعب في الماية. بالزبط كده. اه. بلعب بس. مفيش. لحد ما قالوا لي اه في بطولة. فبعدين نزلت. فكنت نازل برضو حتى برضو انا بلعب. احنا شافل لك صور حلوة قوي. دي كان عمرك اصغر هنا. لا دي اه. ولا هي دي. لا دي السنة دي. دي السنة دي توكيو. اه السنة دي اه. قبل توكيو. توكيو السنة دي. اه اه. ده في توكيو. طيب. لحد 13 سنة. اه. قررت تبقى بتمارسها بقى بشكل رياضة بقى بجد. اه بالزبط كده. لحد من بداية 13 بدأت تبقى مهنة. يعني اه قلبت معي بقى تشالنج. وان انا لقيت ارقام تأهلية وابطال عالم. لا انت بس مش وصلت للجمهورية. لا انت كمان فيه ابطال دولية او ارقام دولية لازم تحققها. فالموضوع اختلف 180 درجة. وبقى ليك رقم تشالنج ليك لازم توصله. عشان. مين السباحة او مين اللي انت بتقول له انا انا هجيب الرقم ده. انا هسبقوه. انا يعني الدايما كل واحد بيبص على المنافس بتاع و مين اللي كانوا منافسينك. طبعا اول حاجة هو رقمي. يعني ده اللي انا بحطه دايما جول. بس طبعا الروسيين بقى الايطاليين والاسبانيين مقتحمين طبعا اول الطوب في الجولدين سكوير كمانين اللي هو اول طوب ايت. بس فده اللي احنا برضو كبيرة برضو اللي عليها. اه ان انتوا تدخلوا تقتحموا المربع الده. اي بالضبط كده. اه اه. وبس يعني ان شاء الله. اول ميداليا جبتها كان احساسك بيه. انت عامل 19 ميداليا. ساعة اول ميداليا كانت فقام 2013. كان البرونز. اه. في الباك. انا دايما بحقق اكتر في تاني سباق ليه. يعني انا السباق الاساسي. بنزل بوانا نازل. فبعمل فيه كويس. وبعدين تاني سباق اللي هو مش حطه في دماغي قوي. الاقي نفسي عملت فيه احسن. دي حاجة بقى تبقى منتلي. كده بس بتيجي معايا بايلوك. وفعلا يعني كويسة. يعني يمكن استعداد للسباق الاولاني بتبقى مشدود. بالضبط. التاني بيجي بتبقى ريلاكس. بالضب ديمني اكتر بقى انه في البطولات اللي جاية. ازاي اتعامل مع نفسي. زي تاني سباق. ان انت نازل تعمل ماكسمم افرت. وملكش ادعوه. اقصى جهد ممكن تعمل. بالضغط. الباقي بقى. انت بتعوم بقى بريست. يعني خلينا نقول للمشاهدين بريست ده بيتحكم بايده. بتعوم بايدك اكتر يعني. فالبريست بقى انت شكلك عبقري في البرست. ده يعني بيحتاج مننا احنا الريزيستنس اللي بنقابله. عشان ما فيش الرجلين اللي بتزق من ورا زي. طبع. انت بتحرك معظم جسمك عشان تقدر توصل بيا. بالزبط كده. اه فنحن نقاوم الموضوع ده مع الكباتن بقى طبعا. الكباتن بيخلونا نعرف اكتر الجهاز الفني. بيخلونا نعرف اكتر انت عامل ازاي في المية. وايه طريقة العم بتاعتك. ده بيخلينا ندرك اكتر برضو طريقة العم في المية. طب اقول لي في البيت بقى. يعني في البيت ده مجهود كبير جدا عشان تجيبت يعني 19 ميدالية. وتقدر تحقق ده كله. مين اللي بيدعمك؟ مين اللي وراك؟ مين في البيت؟ طبعا اكيد في ماما. انا شايفها يعني ما شاء الله حتى الفيتنس في الصورة هنا يا زياد. فيتنس عالية جدا يعني ارجعونا شباب بالصورة اللي قبلها. فيتنس عالي. يعني واضح ان انت بتبسل مجموض كبير. نفسي الشباب كلهم يتعلموا الرياضة شيء عظيم. عظيم. يعني اكيد كمان انت حالتك النفسية ومودك. وانت كمان بتقولي انك بتدرس ادارة في سنة تالتة في الجامعة. فده كله اكيد الرياضة عاملالك حالة جميلة. لا فأنا كنت قلب لهم البيت تقريبا السنتين اللي فاتوا عن حلم توكيو دي. فطبعا كله كان واقف زي ما يكون هما اللي هينزلوا بدالي. العيلة دايما دي دايما هي اول حد في ظهرك. اول حد بيأكنه هو انت. فيعني لو وعدت من هنا الحد مثلا السنة الجاية اشكرهم دي مش هاد. فكنت قلب البيت بقى تدريبات. اه ده كنت قلبه. اه. لأ فعلا يعني. عندك اخوتي. اه. والكل بقى بيساعد وكل البطل ورا البطل يعني. لا فعلا اه احنا قلبي. يعني ممكن مثلا اقول لهم نغير القوض. اه. يعني ده يعني موضوع عندنا كان مقروف فعلا يعني. اه. عشان تحقق النتيجة بتاع توكيو. اه بالزبط. طلبوا منك ان انت قبل توكيو هتلعب قاعدت تتدرب سنتين عشان تتأهل. بالزبط كده. وسنة كورونا طبعا وقعت مننا. فده كان طبعا كلنا احبطنا كل الرياضيين احبطوا. وكانت خلاص اللي هو توكيو كان كمان كم يوم كم شهر. وفجأة كده لأ كله قاعد في البيت واتلغت وتأجلت. وكنا عايزين نحافز على الفيتنس. وكنا عايزين نحافز على الفورمال اللي احنا وصلنا لها. فطبعا ده كان تشالنج تاني خالص. لأ السنتين اللي فاتوا كانوا صعبين جدا. كانوا صعبين. يعني اللي اتأهل لتوكيو اصلا وطلع. ده الواحده انا من غير معرف انت جبت كم. ده ارفع لك الكوبة على طول. ايو لانه بزل مجهود كبير يعني. لا كلهم اه يعني كل الرياضيين فعلا. اه لا توكيو كانت صعبة جدا. الصعوبات بقى اللي قابلتها في الرحلة دي. يعني الصعوبة اللي كانت موجودة في توكيو. هما اليابان ده دايما كده ايه ما فشلوش انه هما يبهرون في السيستم وفي التنظيم. وطبعا مع الوزارة بتاعتنا واللجنة البراليمبية. فكل ده بيبقى دعم. الحاجات الصغيرة جدا بيتم التركيز عليها لحد الكبيرة. فالحمد الله من سعب مدخلنا المطار لحد ما رجعنا لبيتنا. فكل حاجة متنظمة. كل حاجة منضبطة. اه طبعا. اه اه. وعشان ان انت تكون عامل احسن اداء في السباق بتاعك. فده كله برض وكان بيتركز عليك جميل جدا يعني. طبعا عايز اعرف يعني التععتاشر مدليا دول. اكيد في مدليات كان وراها قصص يعني ما كنتش تخيلة انك تجيب المدليا. وفي وقت يعني دايما بيبقى في حيات البطل صعود وهبوط وتحدي فقولي كمية المصاعب اللي قابلتها يعني. هو two moment كده كانوا يعني معلمين قوي. اه لاحزتين. اول لحظة هي هي أول برونز مادلية كنت نازل بصيت يميني بصيت شميل لقيت ناس 30 و40 سنة عندنا في الباراليمبيكس مفيش تأسيمة الأعمار أنت تنزل بنفس الكيس بتاعتك فبصيت أنا 13 سنة نازل مع عمي وخالي وآه يعني ناس كبيرة عنك السن فطلعنا قلنا مفيش مادليات بس طلع فعلا أن أنا كنت من التمرين بقى وبالمتابعة فعلا لا كنت أول برونز مادل لحققها وتاني مرة هي تأهيل توكيو يعني توكيو دي فعلا خدت مننا مجهود جبار جدا كان نفسك تحقق في حاجة أكتر كان نفسك دي بقى القيم التانية هو أول واحدة دايما بيقولوا خليها الانترستنج أكتر واحدة هتستمتع يعني وتروح وتشارك وتبقى دخلت في الألعاب البرالمبية طريس بقى هي اللي فيها الكلام الجد طريس قربت عايزة تحضير كمير يعني وانت جاهز لي لا ان شاء الله أكيد وخط خبرة يعني ناوي تتحدى وتبقى موجود يعني اه طبعا آه لا توكيو ديتنا كتير جدا يعني حياتك بقى نفسها يعني انت طالب في الجامعة وعندك أسرتك وعندك حياتك يعني أكيد عشان تبقى كمان بطل بتسعتاشر مدليا يعني في مشوار حياتك بقى نفسها أكيد متغير يعني تتمرى نقد إيه بتعمل إيه بتضحي بإيه هو السباحة على ميتنا بتنظيم جدا ان احنا نعرف نظر من بين يومنا وزائد برضو ان بنصحى الفجر فده تقريبا بعد من خلص تمرين يكنك صحة من نوم يلا ابدأ يومك بقى شوف جامعتك فين وطبعا الكباتن برضو بيقدروا موضوع ان احنا من احنا أصغر أعمار في البعثة كلها هي منتخب السباحة ما بين المنتخبات التانية فده برضو هم حطينهم في حزبانهم يعني فالواحد بقى بيرجع بيكون راح الجامعة بقى ورجع برضو تشوف مذاكرتك وبعدين طبعا النوم بدري ده أساسي التامة الساعة كم بقى؟ لا ده انا بالكتير 8 9 وده من نفسي يعني 8 9 و 9 طبعا 6 7 الصبح لا 6 7 ايه 3 الصبح 3 عشان من معادي لحد الاستاد 9 طبعا في 2 9 9 عشان 9 9 3 عشان تروح الاستاد تتدرب بالزبط كده اه ساعتين وفيه فتنس طبعا وفيه بقى اليوجا والمانت الكوشن عمرك ما وره قلت لأ أنا حياتي بتروح أنا مش بالحق مع صحابي أنا ولا الشرف البطولة والبطل الرياضي أقوى من كل ده ماه بالزبط ما فيش حاجة سهلة يعني فعلا حاجة كده من الحاجات اللي أنا شفتها غلط في الناس انه هما إيه لما ساعته لايه حد بدأ يلاقي انه ما وصلش الحاجة فبعدين يلاقي يقول طبعا طبعا أنا بكمل ليه طبعا انت لو وقفت هترجع تاني نفس النقطة اللي انت كنت عايز فيها حاجة معينة فكمل ودوس وانجح وإعلى فكل اللي بيتلغي ده والعيلة والسفريات والساحل وكل ده في الأخر بيتعود لما رفعت النظرة وبصيت على البورد بعد اللي ما تأهلت ولقيت نفسي إن أنا طالع حاجة يعني اللي هو الإليت بس هم اللي بيتلعوها طبعا بس انت عندك طاقة حلوة جدا يعني بجده أنا من أول ما شفتك حتى قبل ما نبدأ في الهوى بتلاقي كده عنده طاقة حلوة عنده حاجة حلوة فيه روح جميلة فيه تحدي يعني انت عندك تحدي وإرادة أنا متخيلة أن انت هتعمل حاجة في باريس 22 بتستعدلها ازاي عشان يعني ده حلم برضو يعني طبعا يعني السباحة دايما في معسكة يعني ايه الجديد اللي هتحطه في طريقة تدريباتك في حياتك في يومك مختلف عن ما تأهلت التقيم السباحة دايما في معسكر يعني احنا مش زي فيه رياضيات مثلا لأ أنا هتمرن قبلها مثلا بستة شهور احنا دايما بنتمرن حتى لو لوحدنا بنتمرن شوية وعا كده وعندين عندي كده من قياس كده معين ببص على الأطل العالم انت بتتمرن مثلا تسع مرات طب أنا هضبل فربنا بقى لما يشوف العبد بدي يسعى فهو هيبقى معاك أنا هسعى بالظبط لو هشوف بطل العالم ده بتدرب عشرة طب أنا حتدرب عشرين بالظبط لوحدك بقى روح جميلة لما بتشوف شباب كتير بضيعوا وقتهم ولا بيعملوا رياضة ولا أي حاجة بتحس بإيه يعني بتبقى عايز تقول لهم إيه يعني هو يعني الناس اللي بضيع وقتها كده بتبقى تشجيع ليه بحاجة كده إن دايريكت يعني بتكون إيه اللي هو أنا عارف أنا بعمل إيه فاللي قدامي بيعمل إيه فبكون عارف الواحد برضو المجهود اللي بيبزلوا ده إن هو موديه في حتة معينة بس برضو من نفسنا إحنا بنحاول إن إحنا برضو التمارين والل لأنا قصد إنت أكيد بتدقي إن فيه شباب ما بيعملوش رياضة خالص آه طبعا آه لأ آه لأ فعلا آه بتبعيز تقول لهم إيه بطريقة غير مباشرة بقى عن إينستجرام وكده فهوما بيعملو لي فالوينج وكده بحاول بقى ان انا ادي اللي هو الموتيفيشن ايوه تساعدهم وتساندهم وعندك ناس متابعين لي كتير وفيه ناس بتقلدك عندها امل عندهم مثلا مشاكل وانت كنت بالنسبة له ملهم يعني امل يعمل يعني برضو كل واحد عنده برضو ايه انا معرفش هو نفسه ايه في حياته ايه في قصته فبرضو ايه انت على الانستجرام تحاول تنفلوانس وانت تلهم الناس فدي بتبقى حاجة احسن وانديريك كده للناس ان انت تتوصلهم المسج انا خلص انا عارفت انت عارفت انا عايز اقولك ايه بالزبط بدل بقى ما اخش ديب وانت ما بتعملش فانت بتعمل ايوه الناس شباب ما بيحبوش احناتهم مباشرة هو بقى هيلاقي بيكمل على طول زياد انت بطل جميل وارادة حلوة وشيء مشرف كده لمصر وان شاء الله تعمل حاجة في باريس 22 تحب تقول ايه كلمتك الاخيرة يعني مرسي طبعا على الاستضافة الجميلة دي انا فعلا لما اهرب مرسينا خليك لما اولي ان انا حابق معاكي جريت على طول يا ده انت نورتنا مرسي ربنا خليك مرسي بشكرك وان شاء الله نفضل متابعينك ونتابع كل تحدياتك نورتنا بطل جميل زياد كحيل كان معانا فقرة جميلة جدا بعد الفاصل هتسمعوا حاجة اسمها يعني طرب الغلابة انا ما بسمهوش طرب الغلابة انا حسميه مايسترو الغلابة ومش غلابة مايسترو من نوع خاص احاجات بسيطة وجميلة الموهبة ممكن تبقى بسيطة وتوصل الانسان للي هو عايزه بس هو يفكر الاول سيد اناوي هيكون معايا في الفقرة التالية مايسترو الغلابة زي ما يكون هو سيد اناوي هيشرفني في التسعة بعد الفاصل اشتركوا في القناة